طبعا الناس قاعد يسألون متى افضل وقت الرياضة المشي او الرياضات الهوائية اللي اقع او التخصيص بالأخص طبعا افضل وقت ممكن فترتين او ان نبع للافطار ساعتين خاصا تاني واجبة الافطار من في لحن ام بياها يعني بطيء الهضم يفاضل من بعد ساعتين او ان نبع قبل الافطار قبل الافطار تقريبا ساعة يعني بشرط ان اعقل مخلص ما يكون في وقت واحد بين يعني التمرين وبين شنون او الاذام وثاني شيء بشرط اللي بمارس قبل الافطار طبعا واحد زين ليش تحلى حرق الدهون لان الجسم ياخد الطاقة من وين ما بيكون اي مصطر غداي خمسة عشر ساعة موكل شيء بياخذ من الدهون فيحول الدهون الى شنون الى طاقة لكن في شرط ان الشخص يمارس قبل الافطار ان ما يكون عنده اي مشاكل صحية يعني الضغط او السكر او القلب وتدرجيا طبعا اول يوم هم زايد ويفضل منحين من اليوم اللي بخاطط ان يبتري برمضان ان يبتري منحين يهيئة نفسه ما يبتري من اول رمضان من اتري على طاقة القلب وفعيفة سوء تغذية راح يأثر والله اعطاكم العافية شكرا